الحالة الإنسانية تستغل حالة اقتصادية ظروف الناس تسعى من خلال ذلك إلى الضغط على الحكومة الشرعية لتقديم التنازلات عن طريق الأمم المتحدة وعن طريق منظمات أوروبية استطاعت أن تقنع التحالف والحكومة الشرعية بإدخال كميات كبيرة من الغاز والنفط إلى المليشيات العوثية مع العلم المسبق أن هذه الغاز والنفط لا يذهب إلى الناس بقدر ما يباع بالسوق السوداء ومدخول الإيرانات تذهب إلى المليشيات العوثية الأزمات في اليمن منذ أنقات المليشيات لا تنحصر على الغاز إنما غياب كامل كل الخدمات المواطن اليوم في صنعاء وفي المناطق التي تخضع سيطرة المليشيات العوثية لا تحاصر الكثير من الهموم من المشاكل من عدم الخدمات من الداخل منخفض لا تقنع رواتب الغاز هو جزء بسيط من المآسي التي فرضتها المليشيات العوثية وحاصرت بها الشعب اليمني اليوم السوق اليمني في هذا الضرف الاقتصادي يفتقر لكثير من الأشياء التي يعتاد الشعب اليمني أن تحضر في مائدته في شهر رمضان أضف إلى ذلك أن الضرف الاقتصادي المرخول المواطن لم يعد اليوم قادر على مواقهة أو أن تعود ولو 3% من ما كانت تحضر في المائدة الرمضانية ترجمة نانسي قنقر